موسيقى في الحياتي كان يعني ابني هذا كله انصدم انه يعني بها الوعى انه يروح الولد انقلت اهتمام الطباب لو بيحس انه هالولد ابنه هذا كان اهتمه فيه وحتى الهلا ما بصدق انكم بايد عني يعني انه متوفي يبحكي موسيقى مشاهدين الكرام من هناك من ارض الشام اللي رب العالمين ان شاء الله يفرج كرب اهلها ويعودلها الهدوء والامن والامان لاهلها والبيوتها اللي ان شاء الله يا رب تضل عمرانة بالناس الطيبين من هناك بدت هالحكاية ست سورية مشاهدينا حملت ابنها الصغير واجت من الشام للاردن يعني بظروف معينة حبت انه هالابن تيجي فيه هون لعند اهلها واخوانها في الاردن لكن ونتيجة ظروف معينة فقدت هالابن مشاهدين احنا رح نسمع تفاصيل هالحكاية من السد ام محمد اللي هي بطلة حكايتنا لليوم يعني تفاصيل كتيرة واحنا دايما بنحكي انه حكاياتنا فيها كتير دموع وآهات وألم لكن في النهاية فيه امل بوجه الكريم انه رب العالمين ان شاء الله وعلى ايدي القضاء الاردني يكون فيه انصاف لهالست اللي فعلا بتمر بظروف صعبة نتيجة فقد ابنها الصغير اللي زي ما حكينا جابته من الشام لهون اللي يكون لها سند في كبرها ويكون تعيش معها حياة سعيدة لكن مشاهدينا قدر رب العالمين ما رح اطول عليكم رح نسمع التفاصيل زي ما حكينا من السد ام محمد اللي احنا الان اصبحنا على باب بيتها وورا هالباب فيه حكاية وفيه تفاصيل خليكم مشاهدينا معنا لتسمعوا هالحكاية فضلوا معنا اشتركوا في القناة موسيقى مشاهدينا وهلأ احنا سرنا مع الست ام محمد اللي رح تعرفنا على تفاصيل هالحكاية بطلة حكايتنا لليوم وفي التفاصيل فيه يمكن رح يكون دموع ورح يكون فيه تتذكر من خلال التفاصيل احداث رح تكون مؤلمة شوي لكن يعني لازم نسمع منها تفاصيل الحكاية اهلا وسهلا فيك يا ام محمد انا اسف انا دايما بعرف انه انا لما يعني بنفتح الحكايات وتفاصيلها بتكون مؤلمة وتضطر انه الجروح ينفتح من جديد لكن صدق كل ما الانسان حكا يمكن كمان يخفف عنه شوي من الضغط الداخلي فأهلا وسهلا فيك يعني احنا باسم قناة اليارموك وباسم برنامج بيتكم عامر نرحب فيكي وبيسعدنا تكوني معانا يعني نحكي للناس حكاية الستة السورية ام محمد المكافحة اللي فقدت زوجها وبعدين يعني بقيت على ولادها رح نحكي تفاصيل بعد هيك لكن حلو نعرف المشاهدين مين هي إنها محمد سهلا أول شي أهلا فيك من وين أبدأ يعني نبدأ انت من سكان الشام انا ساكنة بسوريا وعندي ثلاثة أولاد وزوجي طبعا حكيتي انت ان انا متوفي متوفي من 9 سنين من 9 سنين هلأ عندك ولدين وبنت ولدين وبنت محمد وديمة وعمر الله يرحمه الله يخلي لك يا ربي محمد وديمة وهلا رح نحكي حكاية عمر الله يرحمه ان شاء الله فقدت زوجك من 9 سنين ضلتني ربي أولادي والحمد لله يعني كبرت و ندرسه محمد قدي عمره لك؟ 24 يعني لما توفى زوجك نقول كان عمره 15 سنة؟ كان عشر 15 سنة واخته التاسعة كانت وعمر كان عمره سنة وشهرين وتوفى الزوج وبيتي على الولاد؟ ربيتهم والحمد لله ساعت مشاكل يعني و وفكرت اني ايجي لعندي اخواتي يعني كتير دا قولي اني ايجي لعندن ابني سافر على لبنان ابنك راح على لبنان؟ وقلت كمان راحت مع بيت حماها على لبنان قعدت بيت حماها زوجات وراحت تانا؟ زوجة وعندها صبي وامورها تمام مع اهل زوجها ومعها زوجها الحمد لله الحمد لله رب العالمين طيب هلأ اخدتي ابنك وروحتي عندي ابنك اللي بلبنان؟ رحت زيارة لعندي محمد قعدت شهر حمد شو دارس كيف هو؟ معهد علي فنون مسرحية قعد هو شباب بالبيت مستأجر استيديو كان قعدت انه ورفيه قعدت عنده شهر وحجاز لي واجيت لهوني جيتي هون اليك اخوات؟ اخوات تنتين قال جيبي عمر والتعالي يعني طالما بيتك انه ما عم تعدى فيه اجيت قعدت عنده وسجلوا له عمر بالمدرسة صف اوضر؟ كان صفيان شهرين وصف تاني صف تاني الفصل التاني هون درسوا كان دارس الفصل الاول بالشام هذا الحكي من سنة 2013 انا جيت بـ 25 ثلاثة 25 ثلاثة بشهر اربع سجلوا لابني مدرسة خاصة رواد الاقصى داوم شهرين ونجح صف تاني اول شهرين صف تاني ايه وترفع ايه يوم بدي روح امجوز اختي على محله ضحت رشيد ضحت روضه بالاسكان وهاكيه رحت لعنده اقعدت عنده اتغذيت عنده بالمحل وابني معي بده بطابة قولي جوز اختي كتير الحمدلله قلبه لله ودائما كان يميز عمري حتى للشام كان دائما ميزه انه يتيم راح اشتره للطابة والله عم يلعب ابني قدامي انا عادة بالمحل وهو مواجهة سواء ايجا زلمة بقل من ما هو ولد انا عادة نزل جوز اختي وجابه انه عساسوا عادية بس لا اطمئنان طلب الدفاع المدني يعني هلا هو كان يلعب في الطابة وانتي قلتلي كمان امي محمد انه انتي ما كنت يبدك تشبلي له طابة لانك قلتيله كيف اننا اخدها ونروح فيها ونروح فيها ونروح في المواصلات بس جوز اختي انه عمري بني حنياتي ما بيحبه يبكي اها فرق شرابا طابة دائما عن جد عنده مميز يعني انه جوز اختي انه عمري ما بيحب يزعله يعني الله يجزيهم الخير حرم حرم يعني الله هيك يا ربي خلينا ولاده المهم اجاب والشاب واجاب عم يلعب في الطابة وقع وقعت الطابة لتحتها الطابة لتحتها ينازل ركد يجيبه تفركش اجا على طرف وقع عاديا لا 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 فاجت الضربة على خاسرته تمام المهم احنا لا نجوز اختي اعلم ناخده عن المشفى يعني وما في اي شي كان زباين عنده بالمحل يعني ما في اي شي بس اعلم نتطمن كان يتوجع كان يصرخ لا لا ما صرخ بس موجوع انا نوع اولادي اذا يتعب وما بيصرخوا المهم والله اجا الدفاع المدني واخدناه حتى تبعات الدفاع المدني يعني يولي خالد طمني يعني ما في اي شي ما كان بادي عليه اي علامات انه مثلا كتير الحالي خطرة كان تعبان بس متل مرعوب هو اهه ما ادري اعبر انه شماله ومو شافري انا شلون يعني انصدمت انه وقع يعني انا بخاف عليه كتير كماني طبعا يعني انت هذا جبتي قلتي لبعد 14 سنين وهو اللي باقي لك يعني محمد في لبنان يعني محمد في لبنان وكل حياتي كان يعني ابني هذا المهم ما رحنا وبالسيارة ودفاع المدني شو يقولوا لي خالي انه ما في شي وجوز بنت اختين كمان نفس كمان بيشتغل معهم وحاملوا وفوتوا على المشفى اخدتوا على مستشفى البشير اخدنا اسعاف والله وحطوا بينما اجل الدكتور طبعا اجل الدكتور شو نالو هكوا على خاصرته كان معك زوج اختي؟ زوج اختي كان معي اهه انا ويا ودفاع المدني راحوا ادعينا لا اختي كمان انا لجي بينا الوراء يعني في وراء بدي اها جابت لي اها واجيت جايتها هي كان جاي الدكتور يمكن ما في خمس داعي بقسم الطوارئ كان ما في خمس داعي يعني اختي دغري وسط بيتها بالتاج وعمل بشير قريبة كتير اجت هي وبنتها واجابوا الوراء الوقت ام محمد كان احنا كان نصلي المغرب بالجانع مع جوز اختي صلى المغرب هو عمر صلى المغرب وبعدين كان يلعب بالطلاب لعب شوي وحتى لي سكرنا المحل ورحنا ادى العاشة كان اقامة الصلاة يعني الوقت كان لانا فتنا وطلعنا كان اقامة الصلاة يعني على المشفى يعني المهم اجا الدكتور شافه قلت له دكتور يعني عالشبه قلت له وقع عامل له هيك بيده على خاص وطال ما بشي وراح لحق جوز اختي عال بده صورة واجه جوز اختي بين ما عمل له وراء فتنا ملنا للصورة رجع خاص دكتور قلت له الفحص ما كان فحص دقيق لا 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 بس هيك ولا دقيق ولا كأنه دكتور اصلا هو ابدا يعني ما معا سماعة لا سماعة لا يعني ولا قلت مثلا الولد شو عمي جاعك وانا عمي جاعك عمو اي ما سألش بس يعني نحنا عنا هذا يعني وقت بتشروح عمش فبتاقدي ولد الا ما يسأله مثلا هون عمي جاعك هون صحيح يعني هفت عنا هيك اللي كمان سواء من هيك دكتور انا ما شفت معلش لان ما تظلم مني لا انتي عم تحكي بتروي تفاصيل يعني انتي شاهدة عليها وانتي اكتر واحدة تضررتي من الموضوع المهم قلت له دكتور يعني اذا بده مراقبة خليه عندك يعني هاينا منضله ساعتين ثلاثة ما بدهش يو راح و وقعد يتحذر على الصورة صورة أشعة صلعتو صورة صورة أشعة وقعدوا يتحذروا انه كسر مو كسر ما يعني حتى الكسر ما عرفانينه كان مع احد تاني لأ يعني اللي كانوا يتحذروا انتي عم تقولي كانوا يتحذروا كان معه الطباء تانين انا كنت مع ابني بجوز اختي كان عم يقول عم يتحذروا بعد ما توخذوا يعني كان اكتر من واحد صغير اللي فحصوا اللي عم بيشوف الصورة المهم اختي بجايتة كان جوزة يوين عم يشوف مع الدكتور انه شو الصورة فكرت اختي انه ما احد اشافو راحت ونادي الدكتور عطلو يعني وقت شافته هيك تابعا نادت للدكتور ايجا دكتور كمان حط ايده هيك حط ايده هيك عم ابني توجه دفشت له ايده ابني عمر عم دكتور مسك ايد الولد ودفشت له يعني عمر من الوجه عم الى الدكتور عن مكان فالدكتور ما تحمل انه عمر يقيم ايده فه يعني ما انه قال هذا الطفل مثلا توجه ليش توجه ليش يعني كان تعامل وفضو عنيف مع التفرغم انه كان موجود هذا الطبيب التاني قالت لهم اختي مانعرفة انو شاهد شاهدو وقلت طالما انو شاهده لش ناديتولي إللي ليش خديتوني إجي عندما دام حد فخصة ما يسير الجاه هو لانه نزعج كمان حتى هو كان اهتمامه أبدا يعني حرام كمان التاني يكون يعني شو في اقول لك شغلة ام محمد هلا إحنا الابن الضنى أو أي حدا غالي علينا لما بناخذه حتى لو كان وضعه طبيعي مش بحادث لكن لما بنكون احنا خايفين بنحب الطبيب يشعرنا انه مهتم فأنتي شعرت أنه لا أباني أبداً هاي الولد يعني طالما مات معتا شو الاهتمام اللي فيه يعني شو الاهتمام اللي عمله إذا ما عدته كسر تمام يعني إحنا ما روينا للمشاهدين أنه وصل مرحلة الوفاة بعد هيك عشان هيك عم تحكي بحرقة المهم قال خلاص ما فيش يخدو هاي كدبلو على مرهم ودوه جوز اختي قال كتبلو والله كمنا على البيت نحنا وفا جوز اختي جاب له دوه جو قال اسبوع رياحه بديت قليلي تفاصيل الدوه كيف انكتب هاي مشاهدينها اسمت القصة من أم محمد وعم حكت لي تفاصيل فهلأ اللي عم تنسى أنا عم بحاول أذكرها فيه والكيني كتبوا الوصفة رعشيته شعفت ورقة وهي عند المدعي العام هي رعشيته لا اسم الطفل لا عمره لا اسم الطبيبة يشعفه لا اسم المستشفى لا مصفة طبية رسمياً ورقة عادية ورقة عادية أبداً يعني يعني مثل وأنتي بعت قبلك يجيب لغرب من الدكان يمكن شوي بتزبطي أمرك للورقة يعني ورقة عادية منكتب عليها الدوه ونعطت لها جيبول الوصفة نعجع لكم يعني علاجوا على ردل عنكن أنا لا لا اسبوعه بتحسن وجينا على هالبات وجاب جوز أختي الدوه دهنت له وشرب لها الدوه كان عبارة عن إيش؟ جيل وفي نوع حب مسكن مسكن ودوه دهون مكان الكسر على أساس إنها ردة أو كسر أو كذا يعني اشي المهم أجينا على هالبيت كلمة الوعدة تتاعك والله أنا عادة قدامه واللي يعني تحركت وقام بقرع وحكيت مع أختي عندي أختي بجرش حتى بالطريق أختي وانا بسيارة الدفاع المدين تقلي سان على الأطمئنان قليلون الولد يمكن يكون معه نزف حتى يهتموا أكثر بفيه احكيلون هيك قال لا لا ما في شيء تقلي بس احكيلون قلت له الدكتور لي كون معه نزف قال لا ما في شيء خليه عندك مراقب يعني ولا أبدا التلك سماعة أماما يعني لا شاف نبض ولا أي شيء والله العظيم يعني أنا وهي ربنا موجود يعني أكيد يعني ولا فيه اهتمام أبدا ومع إنه صارت الآن القضية في القضاء فأنت كل هذا الكلام معروس المهم أجينا على البيت روحتي على البيت مع أماما أتسطحت قدامه وفوته حتى على الحمام خفتي كومه ولزيف الزبول مثلا بيكون فيه ما أساوي شيء تقليل خالتي ليش عم ترعب أمك يعني يعني تعباني الولد سطحته وغيرت الله وقعت حدامه لحظت اختلاف في لون وجهه لونه صار يتغير بعدين المهم قرأت لي القرآن والله أنا وأختي لي بجراش والله بنات أختي كان يشكي يتوجع يتقلم قاعد مانو أدران لا يحكي ولا أبدا حتى توقف عنه جليا مؤدران يوقف المهم بدي تعبش هي ساعة إنتين ونص عام أنا دغرق للأختي إنتين ونص بعد نص الليل قلت له خلص بدي روح بدي عقده عم شفى يعني بدي هيك أنا حسيت لونه حتى تغير وانا خدنا عم شفى الإسلامي تمام طلعنا عالشارع ما في تكعش بالليل واحد زل ما وقفلنا ورحنا فتنا عالإسلامي عالطوارق 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 أنا برا ما في ممكن يا عشر دقائق كان خالص الولد بالطوارق بلغوكم وانو دم ونازح انتي أخدتي كان عايش بس كان وضعه تعباني كتير فوضتي عشر دقائق وضلتي انت برا أنا معاي هاللي فوتو أنا ما بعف أنا بحالي بصراحة ما بعف حاليش ما كنت في وعية ما بعف يعني أنا بس إلا لجوز أختي عم يتنفس ابني وأنا بالسيارة كنت متخيلة أو متوقعة انو يكون انو يعني السمع يعني بالمشفى منظر الناس سارت بكعني بالمشفى طيب كيف خبروكي انو طبعا ما كان في مجال يعملوا اي شي لانو كان فات الوقت لانو كل يوم عضربه ونازف ستة دمو الضربة جاي على الكلية وكان في نزيف عالطو بياه ونازف بالبطن طيب عشر دقائق عطوه عبري مشان التنفس او الهيئة عملو له كل الإجراءات انو ينقدوا حياته كان ما في مجال فات الوقت طيب ام عمر بلغوكي الاطباء انو ام محمد الزواس بنت اختي بيشتغل هناك ممرد طلع مساك اختي طيب احنا مشاهدينا يعني مقدرين جدا وضع ستة ام محمد والابن فعلا غالي يعني لما الانسان يعني شوكة بتصيب الابن قداب يزعله قداب يتدايق ودايما بنكون يعني بنحب ابنائنا يكونوا بصحة وعافية فلما احنا نفقد ابن يعني عن جد انها مأسا فانا مقدرة وضع ستة ام محمد وعارف تماما انو التفاصيل رح تكون مؤلمة الها فانا رح اعطيها يعني وقت لا تقدر تحكي لنا ام محمد تحبي ناخد فاصل ونرجع ولا مشاهدينا احنا رح ناخد فاصل ونرجع بعد مست ام محمد تهدى لتكمللنا تفاصيل حكايتها مع وفاة ابنها عمر خليكم معنا موسيقى بعدي متذكر همساتك من ايام الطفولي بعد رنك حكياتك لون الامر مجدولي بعدي متذكر همساتك من ايام الطفولي بعد رنك حكياتك لون الامر مجدولي ودعنا الليل ضحكاتك واستقبلناها الاحزان صوت الذكرى عم بنادي وينك يا امر الزمان ودعنا الليل ضحكاتك واستقبلناها الاحزان صوت الذكرى عم بنادي وينك يا امر الزمان والورد والبيلسان والوفا وكل الحنان عم بذكر ايام الماضي عم بذكر كل الكان مشاهدينا عدنا اليكم ونواصل مع الست ام محمد حكايتها بعد وفاة ابنها عمر حكاية يعني مؤلمة وصعب كتير انها ترويلنا التفاصيل لكن معلش حتى انو هالقضية توصل للجميع وحتى نقدر هالحكاية فعلا يعني نوصل من خلالها لمين كان السبب في انو ام تفقد ضناها اللي هو ثمرة فؤادها ام محمد انا ااسف كتير لكن انت الان بطوارئ الاسلامي وتبلغتي انو عمر مات مين بلغك بالضبط الخبر جوز بنت اختي كانت اختي معي نجوزة اجل شفته امي مسك اختي وحسيت عرفتي انتي انو عمر صاير له شي بلغوك بلغت يعني مسكتني اختي وقال قول ان الله وقالنا اله راجون بحكيه عاديا كأنو مخي راح واعد استوكيه اللي مااني مستوى بعنيني ابني اللي يصل له هالشي ما بع في عزيني ابنيك الصغير اللي هو الوحيد معاكي هون في الاردن اللي جبتيه بعد 14 سنة اللي هو تسلايتك يعني الفئي كان كان كل حياتي فأتي نتيجة انو الدكتور ما بدو يبدو المجهود زيادة ليفحص معي بحكيه قدام الناس كله اهمال اطباء مشفى البشير طيب اللي يعرفوا الناس اللي عم تموت المشفى البشير كمان نصوا الهمال امي محمد امي محمد يعني انتي مقساتك الان خلينا نقول تنتين مقساتين انو يعني فقدتي ابن عزيز وغالي وانو كان ممكن هالابن انو يتداركوا الوضع وينقذوه عشان هيك انت كنت كتير متقلمة للوضع لا لليوم بعد سنة وقدي سنة وخمسة شهور خمسة شهور بتبكي عليه وكأنو الان فقط امي محمد امي محمد اتوفى عمر الله يرحمه ان شاء الله يكون ايكي اعباب الجنة ياخد بايدك ان شاء الله تدخل الجنة نتيجة صبرك انك انت فقدتي ابن غالي طيب اتخبرتي وبعدين ضل بالاسلامي اخدتوا على مستشفى الامير حمزة لا ضل بالاسلام وهنا اخدوا على الامير حمزة عشان طبيب التشريح يشوفوا عشان التشريح يشوفوا سبب الوفاة نحنا هال وراحوا الناس وهيكو على اساس انو بدي نشرحوه نعدى طبيب التشريح انو بدو امو دياني فدت له عنده قال لي شو العلاج اللي عملوا له ياهني قلت له صورة صورة اشعة قالوا ما خلوا دياني طلعوا قلت له ايه قال ما صوروا ايكو قلت له لا قلت له حتى رايش هيته طبعا كنت بوضع سيء احا انا بحكي معك انا هيك بس عنيك الساعة كنت بوضع سيء طيب هم عرفوا انكم سوريين صح؟ سألوكم لكن تمام هذا الوضع انت يعني حتى الطبيب الشريح لازم ايكو لازم عناية اكتر لهالطفل طيب شرحوا وعرفوا سبب الوفاة واعطوكم التقرير و كلية كلية كاينة مضروبة فيها نزيف وكان الاصل انه يضل تحت المراقبة ايو طيب يعني ام محمد معلش بدي اروح فيك هلأ من موضوع المستشفى ورح نرجع انت رافع دعوة وحتى تاخذ حقك ان شاء الله ولو انه ما رح يكافئك ابدا يعني ولا يعوض لحظة من اللحظات اللي انت كنت بتعيشيها مع عمر الله يرحمه بس بدنا نروح لفترة العزة اكيد انت قلتلي انه عمر كان مشتهد كان في مركز تحفيظ قرآن يعني شفنا شهادات تقدير معتيته المدرسة اكيد كل هدول الناس اجوا يعزوك في عمر تحكينا كيف كانت الاجواء كيف يعني لقاتي كتير ناس وقفت بجنبي كتير الناس ما بعرفة اجي كون هالوضع مأسايا يعني اين حدا بسمع لازم كلهم صدم كلهم صدم بهالوعع انه يروح الوالد وقلة اهتمام الطباء يعني قدي بيوقع اولادنا قدي بيوقع وعاد اكتر من هي ما منتخيل ابدا انه يعني يصير يتوفى كتير ناس كانت منيحة ووقفت بجنبي و اول شي رب العالمين يعني اعطاني الصبر اول شغل انه رب العالمين اعطاني صبر مو طبيعي حمدلله يعني حتى الناس اللي قاعدين معاي ما تخيل اني انا كون امو العمل انه فائدته قاعدة قاعدة لتاخذ الاجر ان شاء الله كامل يعني انما الصبر عند الصدمة الاولى هلا انه انت تبكي وانك تحزني وانك كل يوم تتذكري هذا الحكم يعني ان شاء الله كمان حتى ما اجور عليه يعني ان القلب لا يحزن وان العين لا تدمع حتى انها خبروا ابني باللبنان اللي بدني حكوله هك فعم يحكي معي اني قال له امام الحمد الله اللي امام امر قال له محمد الله مع امو العطانية و اخده هاي الشغلة بيدنا نحنا رب العالمين بيعطي و رب العالمين بيعطي نحنا ما نعطي شو الله كاعتي بنا هي امانة و رب العالمين استردها شو بدي يعني لكن صعب على الانسان الرسول عليه الصلاة والسلام فقد كل ابناؤه لكن هذا انه رب العالمين اعطاني واخده بس كمان بتقولي انه لو شفيت صحي يعني الامل ما يعني الامل اللي عليه هون مثلا عملنا اللي عليه هون كان ممكن انقذ حياته صحيح فانتي الامك بقدر ما انتي فقدتي يعني الامك بفقد الابن لكن الامك كمان انه كان ممكن انه ينخذه ولا هلا اه اقول انه ممكن كان ينخذه ان شاء الله رب العالمين يؤجرك ويعوضك كل خير هلا امحمد ما ادري يجي شوف اخوه بنتك ديما اجت وودعته وبعدين دفنته وبدأت هلا مشوارك في انك بتكتاختي حقك كونك انتي فقدتي ابن تيجي تخطأ بس لحتى لانه كتير ناس قلتلك عم بسماء اساس كتير انه يتوفوا من شفاء خطأ طبي صحيح انا بس هكي بحالة موجوع كذا انه نعمل كل الاجراءات لننقذ حياته مانا ما عمله ما عمله ما عمله ما عمله انا بوصل لصوت الامين مكن بس انه ما عمله مانا عمله بس انه دائما بدا عليهم دائما ومان مسامحته سلمي ام محمد امرك لله سلمي امري لله بس هلأ اوقت واحد مثل ما قلت لو شوية مهتمين يلا انت بتشو فيه فيه اهتمام شوية بطفل هذا يعني كل واحد يتخيل ابنه مكانه طيب انا بس هيك بحكي انا رحت على مخفر تضاحي واتحقه امعي ومسألون هيك وقف رئيس المخفر عمي قال لي انه ياختي قضاء وقدره هيك قالت له عتبره ابنك انتي طب انا ابني راح واحتسبته عند رب العالمي بس الناس اللي عم تاخدوا ولادي لسه وهاللي بعد عم قال لي حقك يعني النار ما بتحرق الا صاحبها عرفتي قال له يعني انا لا بدي مصاري ولا بدي ايش بدي حق من الدكاتر حقك وحتى ما هذا الخطأ يتكرر على ارواح تاني ينفقد ارواح ما في عنده الرحمة لو فيه الرحمة لو فيه زرة ايمان بس وخوف لو بحسوا انه الولد ابنه هذا كان اهتمو فيه شوفي ام محمد احنا بهمنا يعني المشاهدين يشعروا مع ام محمد ويشوفوا الجانب الانساني لها الحكاية لكن كمان بهمنا صوت ام محمد يوصل حتى ما تتكرر هاي مأساة مع اطفال تانين لانه فعلا مأسا هلا انتي الدعوة رفعتها امام القضاء الاردني وعم ينظر فيها وعندك الاوراق وعندك الادلة اختي عنده شهادة وبنت اختي عنده شهادة وعندك الورقة اللي مكتبت عليها الوصفة والصور صور الاشعها كله موجود يعني احنا ام محمد بنتمنى انه حقك يرجعلك عمر ما رح يرجع الله يرحمه لكن ربنا بعوضك كل خير وان شاء الله يعني في جنان النعيم تلتقي ان شاء الله انه تبرد نار قلبك لما تشعري انه القضاء انصفك وانه يعني فعلا ردلك حقك حقك طيب انا رح اعطيك ام محمد يعني دقيقتين تحكي انتي اللي بدك ايا توجه رسالتك انا عارفة انه انتي انا لا يعني انتي من خلال الحوار بدك تواصلي رسالة انه لازم حقك يرجعلي يعني احنا واثقين ام محمد ان القضاء الاردني رح ينصفك ورح يردلك حقك ان شاء الله لانه احنا كمان عنا ابناء في هالوطن بنخاف عليهم وارواحهم ثمينة فما بدنا نتيجة اهمال ونتيجة الناس ما قامت بواجبها انه والله نخسر كمان ارواح كله عادة اخسر اللي عنده لك طيب ام محمد احنا يعني بدنا نقولك عظم الله اجركم وان شاء الله رب العالمين يعوضك كل خير وان شاء الله بتشوفي احفادك وتفرحي فيهم دائما بقول للربي تعطيني السبر اللهم اجرني في مصيبتي بحكي له اللهم اجرني في مصيبتي وخلفني خالي منها ويعطيني السبر ان شاء الله رب العالمين وانتي من الصابرين محتسبين ولك يقصر في الجنة ان شاء الله وانا لله وانا اليه السجن وانا عطانا وربنا اخذ الحمد لله بالعالمين ربنا يعوضك كل خير الخيرة فيما اختاره الله ام محمد احنا شاكرين اليك ونتمنى ناخذك بلقاء قادم كمان يعني تكوني حقك رجعلك شاء الله ونشكر القضاء الاردني فعلا انه انصف شاء الله انا بشكر ايه والله اللي هي احنا مشاهدين احنا فاتحين الاردن بواب هالا اللاجئين من كل مكان وعم نرعاهم وعم يعني من اعتبرهم اخواننا وابنائنا فمشكلة زي هاي والله يمكن فعلا تشوه مشهدنا امام العالم احنا دائما حريصين جدا انه زي ما احنا فعلا على ارض الواقع مواطنيين كرماء اجاويد يعني اصيلين بالفترة انه ننصف هالست ونردلها حقها ام محمد شكرا اليك والله يعودك كل خير شكرا ام محمد مشاهدين الكرام يعني هاي حكايتنا لليوم يمكن فيها ألم ودموع وآهات وجراح الام لما بتفقد يعني بكون فعلا مصيبتها كبيرة لكن بالمقابل لها اجر الصبر والاحتساب ولها من الله ما اوعدها وندور الله عز وجل ان يعود لها حقها وهذا هاي فرصة لنخاطب فعلا المسؤولين وكل من يشاهدنا انه فعلا رسالتنا تكون وصلات وانه كل انسان يقوم بواجبه والقضاء الاردني ينصفها السيدة مشاهدينا نحن سعدنا بصحبتكم وندعو الله عز وجل ان تطيب دائما اوقاتكم وان يحفظ بيوتكم وابنائكم وان تدوم ديارنا باهل الخير واهل الانصاف والعدل دائما عامرة في امان الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة